موسيقى مني بكر الأيام بيحكي مني موسيقى موسيقى تتذكر تلك كان زمان من حنا تترجاني أبو حبيبة موسيقى تتذكر تلك كان زمان من حنا تترجاني أبو حبيبة موسيقى 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 يا السلام عدنا من جديد مشاهدينا لآخر فقراتنا لهذا المساء وعثمان أنه يكون في تجارب شبابية وأصوات نفرد لها مساحة في مساء جديد أكيد دائماً التجربات الشبابية تحتاج لأنه نفرد لها المساحة في أنه نقدر نديم المساحة في أنه نسمع إبداعات ونسمع تجاربهم ونرحب بضيفنا الكريم داخل الستيديو وضيف الفنان حسن عمر مرحباً بكم نورنا في السيديو مساء جديد مرحباً بكم وعلا بس سعر المشاهدين إن شاء الله شنو الشجن ده والله يا أخي إحساس بس يعني ماشاء الله سطح الجميل شكراً الله يخليك كده عايزين نتعرف عليك أكثر أنا ما بحب أسأل سؤال التقليدي بدايتك شنو لكن بتكون فيه نقطة معينة الواحد شعر إنه من النقطة دي أنا حيكون فيه انطلاق كساره أنا يا سيدي حسن عمر حسن والله صراحة يا أخي الغنى يعني الغنى ده زي ما بقوله يعني بحر يعني فيمتي يعني أي واحد بشوف يعني لولدت وين بشوف بداعات وين بشوف حاجات وين بطور نفسه بي الكلام دي فأنا يا داب يعني فنان شعب واعد يعني شعق الطريقي إن شاء الله بيقناي الخاص في حياتي الخاصة حسن عمر حسن حسن عمر حسن التسمية جاية يسمى حسن من الجد أيوة تأكيد في ناس في حياتنا بكونوا هم دعمين لنا وناس بكونوا مؤسرين في حياتنا فدر عارف في بداياتك الناس اللي يكون دعموك من داخل الأسرة ومن خارج الأسرة والله يا أخي من داخل الأسرة أنا والدي يعني اللدي الصحة والعافية والدي صحة بيعزي بعود وأخوي بيعزي بعود يعني إن شاء الله أسرة فنية أسرة فنية كلا أنت قلت أغنيات خاصة أو أغاني خاصة عادة الشباب اللي بيكونوا في بداية مشوارهم بيغنوا أغنيات الرواد يعني ففكرة الخاص ده ما بيخوف مثلا من إنه الناس ستتقبل ولا هي دي ثقة ما شاء الله والي جرأة والله يجب لؤون المسموع لجب أن يغنيه ولنغون الحقيبة لازم يغنيه فأنا غنيت يعني حقيبة وغنيت مسموع فموت تحسن أغني حقيقي يعني أغني حقيق يعني محاولة يعني محاولة بدايات حسن عمر برضو يعني في البدايات دائما في فناني من الرواد فإنسان في بدايات مكون متأثر منه ابدا لعرف من الفنانين الكبار чтоكب متأثر بين إسمان حسين ري هو الرحمه الله وردي مصطفى شامر ما نمر على المرور الكرام نتكلم عن مثلا عثمان حسين من الأغنية اللي كان ملتمس فيك إحساسة وإنت دايما بتحب تدنين بها نمشي لي محمد وردي وهكذا والله يا أخي يقولنا كثير يعني قلنا عثمان حسين كله جميل وكله شجان يعني تحبنا دايما الحياة الفياة الشجانية يعني بازلع مع عثمان حسين حياة جميلة جدا 200 مفترض الشاب الواعد في مجال الغناء يقول والله دلوقت صحيح أني أنا أعمل الأغاني الخاصة تقبل الجمهور ليك ولا فيه ممكن تكون برضو آراء الآخرين زي يعني والدك هو طبعا الغناء المسموع ده لازم يعني لابد منه حتى أنا اللي وجيت أغني مثلا غناء خاص أول مرة أقوم أطرحه للمشاهد فبالتالي لازم أقوم أشوف لي معو حاجات مسموعة عشان المشاهد ذاته يقدر يفهم أنا بقول في شنو اخترت متين التوقيت أنك أنت تعمل أغاني يعني بعد سنة سنتين بعد حفلة يعني من بداية مسيرة بداية طوالي يعني طوالي بدأت غناء الخاص واطق جدا أنت الحمد لله ما خايف الناس تقول مغرور لا ما مغرور بالعكس لا أنت ما خايف يعني ناس تقول والله هو بتكلم كده وفي البداية لا لا ما في خوف إن شاء الله حسن عمر فوقت فراغ وهو قاعد بينه وبين نفسه أكيد في أغنية بتكون بتحب تدن دين بها دائما بينك وبين نفسك أنا حاب يعرفها يا شنو ياريت لو دندنت لنا بها بربط جدا والله يسمعك أشمال حسين ياريت لو دندنت لنا بها جاي تترجاني في الليك زنبك ما كفاية أشفت من نارك وحبك ما كفاية أشفت من نارك وحبك إن تفاكرتاني بارجع لك وعادبك إن تفاكرتاني أرجع لك وعادبك لا 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 يا هاجر من دربي أصبح ما هو دربك دي الحاجات اللي حب أنا يعني نسمعه إسمان حسين تتعاملت مع الملحنين ملحنين من نفس جيلك مثلا في شباب برضو واعد في التلحين وفي كتابة الشعب إذا عملت مع غير الجيل بتاعي إذا عملت مع شعر ماشاء الله من حيني يعني كبار عملت مع ناس مدين النقلي وتاج السير عباس التحية لي ومن هنا إذا عملت برضو مع الشباب جميل طب نغني رأيك في له نسمع نسمع طوالي نسمع الغرامة بماني كلمة التى والحالة هنا وليد رجب نحييه من هنا موسيقى الغرامة بماني الغرامة بماني الغرامة بماني دم جد ما بكاني سبت الجميل ونسيته لكنك في انساني سبت الجميل ونسيته لكنك في انساني موسيقى طلبي تبوي تبدل مفيش غرامة تاني نسجل محبة بتاكمل وانا العشق هتتالي دم تبوي تبدل مفيش غرامة تاني نسجل محبة بتاكمل وانا العشق هتتالي خلياني من دربو سبني من دربو سبني من دربو سبتماله زماني سبتماله زماني سبتماله زماني موسيقى سبتماله زماني موسيقى عز المنم صحاني لهم كيف أحوالي لحن في يوجاني لصبني في حال عز المنم صحاني لهم كيف أحوالي لحن في يوجاني خلاني في ناري سبني في ناري خلاني في ناري شفو كيف نزاني شفو كيف نزاني الهوى أتعبني أزاد علي توهاني كل ما أسيد في حب يفس الجميل إسلامني الهوى أتعبني أزاد علي توهاني كل ما أسيد في حب وآلا ايقسل جميل إسلامني ياريتني ما شفتوه ياريتني ما عرفته ياريتني ما شفتوه ياريته ما حباني اشتركوا في القناة موسيقى 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 لقدت أنا لما نغني فأكون معاكم بكون مع إحساسها الغنى صح؟ عسين نتكلم عن تجربتك مع اللغان العاطفية وفي الكلور واللغان الوطنية وإحساسك كان عالي والله للأمانة تسديد من شاء الله شكرا دي شادة منكم جميلة يعني احتز بعمل والله يا أخي الغنى يعني إنت دائما بتشوف يعني لما انت بشي سوك تشتراك حيا بتشوف حياة بتهبشك كده صح؟ ماط يعني ما بتلبس من طرف فأنا كده يعني في حاجات كده التعجبني كده ما تجارب شخصية يعني مثلا ممكن تقوم مرد فيها؟ لا الفن ده ما رساله هو فأنا بلقي إحساسي هنا في الكلام ده فبيعجبني بيقول بغني الحياة العاطفية دي وشغل وطني اشتغلت وشغل صور اشتغلت يعني إن شاء الله فيما بعد أغاني في الكلور برضو نتكلم عنا يعني نتكلم عن تجربتك فيها بشكل مستفيد أخذ راحتك على فكرة لأنه ما في جاء ساكيك والله إجابتك كلها يا حسن مطببة احتمال خايف أستحالينا السيد الوالد ربنا يدي صح والعافية يكون أستحالي ما شاهدنا عبر التلفزيون ومشرف بشها المغرب ويتا خايف من التغييم بالتلفون اتونس اتونس قولا لعندك كله والله دي مساحتك لا لا ما في مشكلة تمام أحكي لينا كده عن أغاني في الكلور والحاجات الحلوة الجميلة دي الحاجات دي في كتيرة يعني يعني تجاربين معا كتير جدا يعني ولسا الغونة كتير يعني عندي ما شاء الله يعني تبارك الله إن شاء الله يعني حتسمعوا إن شاء الله كتير بإذن الله ترى أسوية رجعتك للبيت كده تقييم الوالد حيكون شاء من وجهد نظرك ويتا لسا ما استقبلت المكلمة ولا لسا رجعتا والله ما يقوم يغييم لي ما عارف والله والوالد عازف بتاعتك والله يا أخي ما عارف لكن في الأعزاء بتاعت سمر ما لشانو يضنون قاطحتك لا لا أبدا بس ماما لا سؤالي واسناه يتوا قاعدين في البيت كده يعني والوالد هو بيعزف بالعود إنتا بتغني له ولا هو إنتا بتسمع له هو بيغني والله يا أخي طبعا أكيد لما يكون بيدني كده بجاب وعد جنبه وبغني براي يعني براه بمسك الوود كده بيعزف حتى أخوي برده بمسك الوود كده بيجنبه يا أخي يشتغل قوني الفانية يشتغل كده والناس القريبين لي جدا يعني أنا المبادية بدأت من الأساس من المدرسة يعني كنت بغني بغني حفلات بطلع كده العدادات كيف؟ والله عدادات تمام عايزة تعملين مشاكل يا أخي لأنني أريد أول عدادات تطلحت أول عدادات أول عدادات تطلحت أول عدادات تطلحت المسرح لأول مرة والله يجميلة طبعا بأنك توصلت لهدفك في بداية الطريق وصلت له خطوة في واحدة من السلالم أول أول شغلة كده اشتغلته تخريج كان بتاع روضة كده المسرح كده لما جيت فاجأة طلعت المسرح يعني لقيت ما شاء الله المعلمين الدرسوني كلهم ما شاء الله لقيتهم بيجوا أكفين وبشروا لي أيو 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 أكيد طبعا بتجي لايز ولا مترهبت يعني ما اشتغلت بها كثير وصلت بس يعني يا سلام إحنا والله بنتمنى لك كل توفيق طبعا للأسف إحنا وصلنا لختام يعني يومنا أو مساءنا نتمنى أنه نال إعجابكم ورضاكم حاضر يا نوجود ومهدي إحنا طبعا حتكون أغنية الختام مع حسن أثمان نعم لكن قبل الختام يعني نشكر التيمة العامي اليوم الاثنين حاضر والزوز خلاف الله نوجود بلا وستاذ ابو هريرة وستاذ مهدي نوري شايفا قلت عزوز واع عزوز طبعا ما زول عزيز واسي أضحكة ذات في زول مهم ما ننساو وفي زول ما دارين ننساو يعني من جبان المركزين فأنا حتحلك إن جت التحليل لأنه هو أكلمني قال لي يا أخ نجود تديني حقيق وثلاثة والله تحقك محفوظ هي كاميرا هنا بابا إنت ما عارف إحنا كيف بنحبك وبنريدك وإنت زول عزيز علينا وغالي لا بإسمه المحبوب عندنا عندنا هنا لأنه يعني بلطفك وبأدبك الجم وبإحترامك لنا إنت عندك مكان عندي أنا شخصيا عندنا نازل كلهم أنا باحترمك جدا وبقدرك وأنت من الناس المهمين جدا في القناة فحاضر حاضر فنتمنى لي كل التوفيق إن شاء الله حسن هم قالوا أغنية سيرة أيها سيرة إحنا نودع مشاهدين الكرام هنودع مشاهدين بابا عشان أنا ما أكونش لتحقك لكن بعد نودع ما في كلام تاني تقال أوفت وكفت بحقك ويتا تستاهل الكثير وربا يوفر غالي علينا والعافية ويتا زول غالي وسعيدتك جدا يعني برفغتك في يوم الاتنين ونترك لحن الختام مع الفنان الجميل حسن عمر شكرا ومني أنا نوجود وعثمان أحلى وارك التحية مع السلامة الثمانية فضل الحسن أقيف يا سامعين يا سامعين أقيف يا سامعين أقيف يا سامعين وسع الدارة النجوم هلت شي لا سهارة يا عريس أبشر الله يا عريس أبشر فرحك التمى الجمرة في يمينك وحمد المعمى يا عريس أبشر الله يا عريس أبشر فرحك التمى الجمرة في يمينك وحمد النعمك شوك عماتك شوك خلاتك وصحب حولك وارد ولمعك أقيف يا سامعين أقيف يا سامعين أقيف يا سامعين أقيف يا سامعين وسع الدارة النجوم هلت شي لا سهارة يا عرس مبروح يا عرس مبروح شوف مك وأبوح یقفت لك يا عرس مبروح شوف مك وأبوح یقفت لك ركفت لك محبت لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة